اقتحمنا مشكلات وأزمات اقتصادية متراكمة على مدارع العقود ببرنامج للإصلاح الاقتصادي كان بطله هو المواطن المصري الذي تحمل آثاره المباشرة على حياته اليومية متفهما أهمية هذه الإجراءات لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة كما عدنا معا بناء مؤسستنا الوطنية الدستورية وقد تشكلت الغرف التشريعية الممثلة للشعب المصري وعلى التوازي كان السباق مع الزمن لبناء مصر المستقبل وتعزيم قدراتها وأصولها فكانت المشروعات القومية القومية الكبرى رمزا يعبر عن إرادة المصريين في البناء وما بين مدن جديدة تتسع لكافة المصريين في كل ربوع الوطن وإسكان اجتماعي يوفر المسكن الملائم لشبابنا وتطوير للمناطق الخطرة وغير الآمنة للقضاء على العشوائيات وتحديث شامل لشبكة الطرق القومية وزيادة الرقعة الزراعية وصولا اليوم إلى انطلاق مشروعين الوطني الأعظم لتنمية الريف المصري حياة كريمة والذي نسعى من خلاله إلى رفع مستوى المعيشة لأكثر من أربعة آلاف قرية مستهدفين تحقيق تنمية مستدامة وتحسين جودة الحياة لحوالي 58 مليون مواطن خلال السنوات الثلاث القادمة بموازنة قارب 700 مليار جنيه أو يزيد هبدأ مع حضراتكو بالرقم الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني استعان به بالحقائق 58 مليون مواطن مصري هيستفاد من المشروع القومي حياة كريمة عايزين نتكلم في المشروع ده بتفاصيل تانية جديدة علينا كل يوم بيبقى فيه تفاصيل بنعرفها بشكل أقرب عن هذا المشروع العظيم من ضمن المعلومات اللي احنا شفناها في الاحتفالية اللي احنا كنا بنتابع كلمة أو جزء من كلمة الرئيس فيها سفراء هذه أو هذا المشروع القومي شفنا سفراء كتير جداً إعلميين وفنانين وصحفيين وكتاب ومثقفين طيب هما السفراء دول يعني هيعملوا إيه بالزبط عشان برضو أكون أنا عارف كم مواطن هيستفيد من هذه المبادرة أو من المشروع القومي ده هيضيفولي إيه ده اللي احنا هنعرفه مع الأستاذة الكاتبة الصحفية العزيزة نشوى الحوفي اللي طبعاً أحد سفراء المشروع القومي حياة كريمة أقولك يا سيدة سفيرة ولا أقولك يا أستاذة لا ماش سيدة سفيرة دي عشان هاخد عليها طيب أقولك كل سلامة طيبة وانت طيبة يا ربي وحضرتك بألف خير وسعادة كده وعيد أطحى سعيد عليك يا رب علينا كلنا يا رب وعلى بلدنا ويديم علينا السطر وجبر ربنا لينا كلنا يا رب يعني إيه سفير لحياة كريمة يمكن دي أول مبادرة في مصر إحنا دايماً كنا نسمع عنها مع الأمم المتحدة فيبقى سفير النواية الحسنة يبقى سفير للطفولة يبقى سفير لمواجهة العنف في البرامج اللي بتعملها الأمم المتحدة إذا يمكن على الرغم أن مصر عملت برامج ومبادرات كتير لكن يمكن كان دي أول مرة الدولة تفكر أن يكون فيه سفراء يروجه للمبادرة ويشاركوا فيها كمان سفير لمبادرة حياة كريمة نمر واحد مهمته الترويج ما بين المواطنين لمبادرة حياة كريمة التوعية ما بين المواطنين المشاركة ما بين المواطنين أنا عايزاكي تبصي على معظم الناس اللي تم اختيارهم كسفراء لهذه المبادرة هتلاقيهم بشكل أو بآخر كانوا أضلع أو مساهمين بشكل يعني أين كان شكل المساهمة في حاجات قامت بيها منظمات مجتمع مدني سواء في مجال الصحة أو التعليم ودعموها الحقيقة كمان فما أولى أننا نشارك في مبادرة للدولة تستهدف كما قال الرئيس وأعلن رئيس الوزارة يومها 58 مليون مواطن مصري نسعى أننا نوصل لهم خليني أقفنا سنة كده وحقدك والمشاهدين الكرام لتجربة عملتها البرازيل في التسعينيات لما حبت البرازيل أنها تطور وتنمي مواطنيها وتعمل عملية رفع وعي وتعمل عملية رفع وعي وتعمل عملية نشر فنون وتعمل عملية تنمية مستدامة وهي كانت برضو بتبني العاصمة الجديدة بتاعتها وبتعمل حالة من التنمية لجأت للشباب ولجأت لرموز في الوطن علشان تنطلق بيهم إلى كل أفاق البرازيل وعملت إيه؟ الأول أخذت الشباب دربتهم على أنهم يتكلموا في الفنون يعرضوا أفلام ينقشوا الأفلام يعرضوا كتب يتكلموا في قضايا اللي تخص البرازيل تنمية يعني إيه؟ إيه المشروعات اللي الدولة تعملها؟ وبعد كده طلقتهم في كل ربوع البرازيل ليه؟ علشان يعملوا محو أمية علشان يعملوا وعي علشان ينشروا فنون علشان ينشروا ثقافة لأن ده اللي هيحقق التنمية الحقيقية مش بس التعليم مش بس التربية مش بس خطة الدولة لازم ننتشر كلنا خليني أقول لك حاجة تانية تغييب الوعي مش برضو كان له ناسه لسنين طويلة طبعا وكانوا منتشرين كده تحت الأرض بالزبط كده وما زالوا منتشرين تحت الأرض بشكل أو بآخر خلينا نتفق أنه إحنا الحقيقة يعني لا يفل الحديد إلا الحديد لا يفل الإرهاب إلا الوعي بنفس السلاح بس بشكل مقابل بنفس السلاح ولكن بالخير بالتنمية بالفهم بالوعي أعتقد أن إحنا كسفراء لهذه الفكرة لهذه المبادرة أعتقد أننا قادرين على أننا نعمل ده وخصوصا أن إحنا هنبقى تحت مظل الدولة مش كل واحد فينا شغال وحده طيب يمكن دايما كنا بنحس مش عارفة تتفق معايا ولا أن أي حد بنشوفه على التلفزيون مش هقولك بقى قائد دولة ولا وزراء أي حد بيطلع على التلفزيون أو أي وسائل الأعلام فده بعيد قوي 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 عن أهالينا صحيح ودايما أهالينا البسطة الجمال دول لما يتكلموا عليهم يا تحسي بقى أنه ببعاد جدا صحيح فكرة أننا يعني أعمل دوابان كده للفجوة اللي تبنت سنين وعشرات السنين ما بين الناس اللي بتطلع في التلفزيون أو الناس اللي لها مهام مجتمعية ما بينهم وبين أهالينا دول البسطاء اللي هم يعني مش بسطاء خلص في عددهم ده 58 مليون ده هيتم إزاي إيه آلياتهم طيب خلينا نقول أن هما مش بس مش بسطاء في عددهم ده مش بسطاء في فكرهم وتأثرهم ودورهم المهم اللي احنا مستنيينه لأن مبادرة حياة كريمة لا تعني أبدا أن أنا طول الوقت الدولة هتدي للمواطن اللي هو محتاج عطاء الدولة لا إحنا شركاء في التنمية لأن الدولة زي ما علمونا في السياسة شعب ومؤسسات وحكومة وأرض شعب ومؤسسات وأرض صح ولا مصصح يعني الشعب ده ضلع الدولة المهم اللي من غيره حاجات كتيرة تفنى والتاريخ هو اللي بيقول كده دور الشعب إيه ده الواقع كمان حوالينا الشعوب اللي أكلت بلدها اللي ما حميتش بلدها متكلة حوالينا ولا أنا غلطانا صح غير شعبة هو ده يبقى الشعب شريك الشعب مهم الشعب ضلع أساسي ولهذا لازم أنحني للقطة هذه الاحتفالية يوم الخميس لأن ما بقاش رئيس الدولة ومؤسسات الدولة ورئيس مزارة البلد والحكومة قاعدين في مكاتب وبيملوا على الشعب بيان يا شعبنا الكريم إحنا حنعمل كذا لا إحنا جابنا ممثلين عن هذا الشعب الكريم يحضروا معانا تاتشين اللي بنعمله فيبقى كل مواطن قاعد في سرس الليان في البحيرة في ضمنهور في المحمودية في تفهن العسل قاعد وشايف اللي شبهوا اللي شبهوا واللي منه واللي عارف إنه سافر من عنده عشان هو مستني لما يرجع يقول له هو إيه اللي حصل هناك هو الريس لما قال كذا أنت قلته إيه هو أنتوا قاعدين في أنيحاتها طب إنتوا مصدقين طب إحنا حنعمل إيه صح ولا مس صح صح إذن كانت لقطة مهمة قوي للغاية إنه هو يبقى فيه تأكيد من الدولة إنه هم حضرين معانا كشريك وكل واحد يشوف نفسه علشان يعرف دوره إيه وعلشان يعرف إنه مش يملأ بيومل عليه لا إحنا ركبين مركب واحدة إحنا شركة في التنمية التنمية اللي مصر أعلنتها من 2016 ليه لأن مبادرة حياة كريمة هي جزء علشان إحنا في 2014 سبتمبر 2014 سافر الرئيس عبدالفتاح السيسي للمشاركة فيه اجتماعات الجماعية العامة للأمم المتحدة وتم وقتها لو حضرتك تفتكري والمشاهدين الإعلان عن رؤية مصر 2030 وإن مصر حتبقى جهزة بهذه الرؤية وإن مصر حتشارك في مكافحة الفقر وإن مصر ودي كانت الحقيقة الإعلان التاني للألفية التانية أو الأهداف التنموية التانية لأمم المتحدة بعد الألفية الأول اللي هي من 2001 ل2015 وفي 2016 أنا فاكرة كويس قوي فبراير 2016 في مصرح الجلاء أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي وتم توزيع رؤية مصر 2030 صحيح رؤية مصر 2030 من 2016 جزء من أهدافها أن تكون مصر في 2030 رقم 30 على مستوى العالم في مستوى السعادة للمواطن حد سأل نفسه هو إحنا هنحقق ده إزاي حد كده قال تفطن كده بدل ما إحنا قاعدين على الفيسبوك والسوشيال ميديا للسقطة واللقطة وكل حاجة يعني بتعدي علينا حد قال يا أولاد ما تخشوا على رؤية مصر 2030 شوفوا لنا إيه الأهداف حتى كمان نراجع الحكومة طب يعني خليني دايما أنا محامي الطرف الغائد يلا هقولك أن مثلا بعض الفئات هتقول طبعا احنا متعودين أن الكلام ده بيبقى كلاشي يعني كلام كده احنا بنشوفه وأن خطة مصر هتروح وتيجي وا 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 مش هجلب عليكي أن في ناس كتيرة ما كانتش مصدقة ولا محدد دلوقت صحيح ولسه هنفضل يعني حتى بعد 3-4 سنين كده الناس برضو مش مصدقة غير لما تشوف الناس ما صدقتش أن مصر حصل ليها تفرق في الطرق غير ما بدأت تستخدم الطرق صحيح ما بدأت تحس أن فعلا إيه ده ده الدنيا بتتغير هو بيبدأ يحس من خلاله فأكيد ممكن هتلاقي حد يقول أكيد ده كلام أكلشي وسمعته يوم الخميس الحقيقة من بعض الأصدقاء المواطن استفاد بإيه بمبادرة زي دي أنا مال أنا مالي اللي هو مين أنا مالي مش المواطن اللي هو المستفيد من المبادرة لا أنا مالي المواطن اللي مش مستفيد من المبادرة أنا مالي أنا مالي بحاجة زي كده برضو لسه فيه ناس لحد دلوقت مصر الحقيقة استفادت ازاي والكلام ده مش أكلشي أقوله أن العائد الحقيقة والناتج القومي وفقا لأرقام البنك الدولي مش وفقا للأرقام المحلية ارتفع من 244 مليار دولار في 2016 النهاردة 410 مليار دولار ده مش أكلشي صحيح ده واقع أن البطالة نزلت من 19 و20% في 2012 و2013 و2014 النهاردة البطالة 7.9% ده مش أكلشي ده أنت ده عائد عليك أنت في بيوت تفتحت احنا بننزل بالأرقام اللي كانت صعبة علينا عجز الموزنة كان 12.9% النهاردة وصل إلى 7% ده مش أكلشي صح ولا بصح صح عندنا مشروعات كتير قوي قوي تعال أعددلك البيتريكوميات الأسمنت الرخام الغازل والنسيج تعال أعددلك الغاز وتصديره تعال أعددلك كل ده وقولك أن ده مش أكلشي إذن إحنا وصلنا لمرحلة أن الأرقام هي اللي بتتكلم وهي اللي بترد على أي حد يقول هو اللي انتو بتتكلموا عليه ده حقيقي ولا مجرد خطة تنموية زي اللي كنا بنعدي عليها قبل كده وفي النهاية يعني حليني على بال ما تتحقق خلاص إحنا الأحلام بقيت تتحقق على أرض الواقع واللي بيني وبينك فيصل هو الرقم والرقم اللي بيصدره مثلا حاجة زي البنك الدول عنصر محايد الأهم كمان إنك سلحت جيشك ده بشهادة كل الدول اللي برا الأهم إنك استعدت هبتك الأهم إنه لولا إنك تمتلك القدرة القدرة كمان على إنك تأكل ناسك لولا إنه كمان بقى ليك قدرة على اتخاذ القرار اللي يحمي مصالحك بغض النظر شاء من شاء وأبا من أبا يوم الجمعة اللي هو بعد الاحتفالية تاني يوم آه تاني يوم سمعنا كده عن اتحاد شباب الجمهورية الجديدة مظلة تفاعلية بتضم شباب برضو زي الورد تحقي دي هتبقى إيه يعني بالنسبة لإستفادة الشباب خاصة كمان إنه دلوقتي رفعوا السن المقرر من 18 ل45 سنة فدي قوة وحجد كده كبير جدا رزيمة الاستفادة بقى يعني مصر هتستفاد إيه من مظلة زي دي هتستفاد توحيد جهود الشباب اللي شغالين في منظمات مجتمع مدني وكل واحد شغال في جزيرة منعزلة فحيبقى عندنا مظلة كاملة بتقول مثلا أنا محتاجة أنا عندي إيه الجزء اللي ناقص فيه تنمية إيه الجزء اللي محتاج فيه إن الشباب ينزل يشتغل فيه الجزء ده محتاج تنمية مدنية إزاي طب البلد ديت عارفة أنت كده خريطة تسكين البيانات توزيع بالضبط تسكين أنا حسكن على خريطة مصر الجزئية البلد دي النقطة دي الجغرافية دي محتاجة تنمية بالشكل ده مين من الشباب ده يقدر يروح يخدمها آه الجمعية دي الشباب ده المجموعة دي دول يروحوا على طول يغاملوها هو ده الحقيقة الهدف الحقيقي تنسيق الجهود توحدها ربط الجزر المنعزلة جذب كم أكبر من الشباب إنه ينضم لإن أنا محتاج زي ما كنت بحكي على تجربة البرازيل البرازيل ما طلعتش بالحكومة لوحدها البرازيل ما طلعتش بالخطط لوحدها البرازيل اللي هي برضو كانت نموذج من النماذج اللي إحنا بنتكلم عليها وإحنا ليه ما ناخدش تجربة البرازيل ومش عارف إيه عملت كده أخدت قوة شبابها وقوة شبابنا لحد أربعين سنة نتكلم على أربعة وستين في المية من سكان مصر يعني تعداد سكاننا في الشباب لحد أربعين سنة تعداد سكاننا فيهم نسبتها أربعة وستين في المية الاربعة وستين في المية دول لو ما استغلتي همش صح أهدرتي طاقات وخليتي ناس تانية تدخل تملك كوباية وما ما يفعش الحقيقة ناس تانية تدخل تملك كوباية لازم يبقى عندي مصريين بمعنى كلمة مصريين أنا بشخل حضرتك شكرا جزيلا الكاتبة الصحفية العزيزة الأستاذة نشوة الحوفي أحد سفراء المشروع القومي حياة كريمة دايماً بسعد بلقاء حضرتك من المعلومات والتفاصيل طبعاً اللي أكيد هتفرق مع أي مشاهد كريم بيتابعنا كل سنة وحضرتك طائبة مرة تانية وكل سنة وحضرتك طائبين مشاهدين الكرام بشكركم على متابعة حلقة النهاردة من برنامجكم الحقيقة تقبلوا تحيات فريق العامل وتحياتي آية عبد الرحمن وهي هسيبكو كده مع عرض لبعض المعلومات والتفاصيل المهمة عن حياة كريمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة